ستة محاورة أساسية تضمنتها مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور التي طرحت من أجل النقاش والإثراء حيث تضمن المحور الأولى الحقوق الأساسية والحريات العامة أين شمل هذا المحور أزيد من عشرين حقا وحرية جديدة مكرسة في الاتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها الجزائر من خلال ضبط وتحديد هذه الحقوق والحريات بمجموعة من القواعد ذات الطابع الإلزامي اتجاه كل السلطات العمومية أما فيما يتصل بالمحور الثاني تعزيز الفصل بين سلطات وتوازنها فقد تضمن تكريس مبدأه عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين مع إمكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب الله كما شمل هذا المحور عدة اقتراحات أخرى أهمها إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء مع تحديد العهدات البرلمانية بعهدتين فقط إلى جانب ضبط الخصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة والأعمال غير المرتبطة بتلك المهام كما شملت المقترحات توسيع صلاحية البرلمان في مجال التشريع ومن أجل استقلالية قطاع العدالة فقد تضمن المحور المتعلق بالسلطات القضائية عدة اقتراحات لتعزيز استقلالية القاضي من خلال دسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به كما تم سناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا بالإضافة إلى إبعاد وزير العادل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أما بخصوص محور المحكمة الدستورية فقد تم اقتراح تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية وإعادة النظر في طريقة تعيين تشكيلتها وصلاحياتها مع توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توفق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات وضمانا لشفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة يأتي المحور الخامس المتعلق بالشفافية الوقاية من الفساد ومكافحته حيث شملت المقترحات دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية والتصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة وعند انتهائها مع معاقبة القانون الاستغلالي النفوذ أما بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فتضمنت المسودة تخصيص محور كامل لها من خلال دسترة هذه السلطة مع تحزيز مهامها وتشكيلتها وتنظيمها وعملها كما تضمنت مسودة المشروع خارج هذه المحاور عدة مقترحات منها إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري بالإضافة إلى دسترة الحراك الشعبي وحظر خطاب الكراهية والتمييز كما تضمنت المخترحات دسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة